موسيقى ماذا يحدث عندما ندخل مقادس الله من مزمور 73 كان آساف محتار من نجاح الأشرار ومن معاناة الأبرار لماذا يعاني ويتألم الأطقياء في هذه الحياة مقابل الأشرار الذين يسعدون في هذه الحياة حتى دخل آساف إلى محضر الله واستعاد وعي الروح مع الله ورأى آخرتهم واكتشف الجوهر للمظهر وأنه لا سلام قال الرب للأشرار في هذه الأرض ثم عذاب أبدي في الآخرة وأن العمر قصير ولا شيء يسوى أمام الأبدية وأنه كل يوم منعيشه هو من نعمة الرب وفرصة جديدة لنعكس حياة الرب في الآخرين عندما ندخل إلى مقادس الله نختبر سبع بركات بحسب مزمور 73 تعبيرا عن النعم الإلهية والسيادة الإلهية أولا إنها بركت القداسة الإلهية حتى دخلت مقادس الله وانتبهت إلى آخرتهم اختبر آساف الصحوة الروحية من خلال لقاءه مع الله إذ اختبر وجود الله وحصل على اختبار تغيير واختبار أبدي إن دخول المقادس تبتدئ برؤية نفس على حقيقتها كما اختبرها إشعياء النبي وصرخ ويل لي إني هلاكت لأن إنسان نجس الشفتين وأنا ساكن بين الشعب نجس الشفتين لأن عيني قد رأتا الملك رب الجنود وكما عبر أيوب بتوبته بسمع الأذن قد سمعت عنك والآن رأتك عيني لذلك أرفض وأندم في التراب والرماد ثم أحباء رؤية الله لقد أدرك آساف سيادة الله ومحبة الله وقداسته وعدالته لأنه هو المتصلت والمتحكم في كل شيء ثم خطته الرائعة التي لخير الإنسان ثم رأى حق للرب أما أنا فالاقتراب إلى الله حسن لي جعلت بالسيد الرب ملجأة لاحظ الآية لأخبر بكل صنائعك لأخبر بكل صنائعك أي أن يشارك اختباره مع الآخرين لكن عندما أزاح نظره عن الله نزل إلى مستنقع الأوحال ليرثي نفسه ويتذمر لكن عندما دخل إلى محضر الله اختبر الرفع الإلهي حتى يومنا هذا تختبر الناس البركة وتتشجع عندما تقرأ هذا المزمور وتكتشف قوة هذا الاختبار الذي غيرت آساف شيء ثاني إنها بركة المعية الإلهية بركة الحضور الإلهي والشاركة معه مكتوب ولكني دائما معك أمسكت بيدي اليمنى كانتائه محتار قائلا وأنا بليد ولا أعرف صرت كبهيم عندك واو هل رأيت كيف وصف نفسه لكنه انتقل إلى الصورة الإيجابية قائلا لكني دائما معك اكتشف أمانة الرب وصلاحه اكتشف الرضا الإلهي إن الرب لم يصنع معنا حسب خطيانا ولم يجازنا حسب أثامنا لاحظ ما حصل مع يعقوب قديما وجده في أرض قفر وفي خلاء مستوحش خرب أحاط به ولاحظه وصانه كحدقة عينيه شيء ثالث بركة الحماية الإلهية إنها بركة الوقاية ولكني دائما معك أمسكت بيدي اليمنى كما فعل يعبيس قديما ودعا يعبيس إله إسرائيل قائلا ليتك تباركني وتوسع تخومي وتكون يدك معي وتحفظني من الشر حتى لا يتعبني فأتاه الله بما سأل يحمين من السقوط في الحفرة ومن المخاطر قال أما أنا فكادت تزل قدماي لو لقليل لزلقت خطواتي مكتوب لا يدع رجلك تزل لا ينعص حافظك الرب حافظك الرب ظل لك عن يدك اليمنى مكتوب أيضا لا تخف لأني معك لا تتلفت لأني إلهك قد أيتك وأعنتك وعضتك بيمين بري لأني أنا الرب إلهك الممسك بيمينك القائل لك لا تخف أنا أعينك إنه يحفظنا مكتوب لا يقدر أحد أن يخطفها من يد أبي ذو الرأي الممكن تحفظه سالما سالما لأنه عليك متوكل رابعا بركة الهداية الإلهية برأيك تهدينه إنه الرأي الإلهي والمشورة والإرشاد الإلهي قال يسوع أنا هو نور العالم من يتبعني فلا يمشي في الظلمة بل يكون له نور الحياة لأن عندك ينبوع الحياة بنورك نرى نورا يهدينه كما فعل مع الشعب القديم بعمود من نار يهدينه في برية هذه الحياة ثم يهدينه إلى المجد حتى إلى السماء إنه المرشد يرسل عونا كما مكتوب يحل عليه روح الرب روح الحكمة والفهم روح المشورة والقوة روح المعرفة ومخافة الرب يرشد من خلال الشركة معه والتواجد في محضره عندها نردد يرد نفسي يهديني إلى سبل البر من أجل اسمه عندها لا نخطئ الطريق كما هو مكتوب وأذناك تسمعاني كلمة خلفك قائلة هذه هي الطريق أسلك فيها حينما تميلون إلى اليمين وحينما تميلون إلى اليسار إنها بركة أن تكون معه مكتوب أعلمك وأرشدك الطريق التي تسلكها أنصحك عيني علي أن الله هذا هو إلهنا إلى الدهر والأبد هو يهدينا حتى إلى الموت خامسا بركة الأمجاد الإلهية عندما ندخل إلى مقادس الله ونتمتع بالشركة معه ونختبر حضوره إنه يعمل معنا ولنا أكثر مما نتوقع إنه يقودنا إلى المجد بعد المعارك والصراع بعد الشكوك والتساؤلات بعد الحيرة والمخاوف بعد التعب والفشل بعد العناء والشقاء توجد مكافأة وبعد إلى مجد تأخذني كما تمنى المرنم إنما خير ورحمة يتبعانني كل أيام حياتي وأسكن في بيت الرب إلى مدى الأيام وقال أيضا واحدة سألت من الرب وإياها التمس أن أسكن في بيت الرب كل أيام حياتي لكي أنظر إلى جمال الرب وأتفرس في هيكله لأنه حقا تعرفني سبيل الحياة أمامك شبع صرور في يمينك نعم إلى الأبد يا لهذه الامتيازات العجيبة كما قال الرسول بطرس وإله كل نعمة الذي دعان إلى مجده الأبدي في المسيح يسوع بعدما تألمتم يسيرا هو يكملكم ويثبتكم ويقويكم ويمكنكم سادسا فيه الكفاية الإلهية من لي في السماء ومعك لا أريد شيئا في الأرض إنها الرعاية من الراعي الصالح الرب راعية فلا يعوزني شيء والرب كفايتي لقد أدرك آساف أن كل كنوز الأرض لا تساوي شيء أمام خير وصلاح وبركة وأمانة الله لقد انتقل من هذا العالم الماد الشرير إلى السماء عينها هكذا عندما يتقابل مع قداسة الله ندرك نجاستنا كما أدرك إشعياء النبي وندرك حضور الله أهم بما لا يقاس أو يسويه أي شيء إذ ننتقل من الظلمة إلى النور من الموت إلى الحياة من العبودية إلى الحرية من العالم إلى السماء من العيان إلى الإيمان أخيرا بركة الوقاية الإلهية أما أنا فالاقتراب إلى الله حسن عندي جعلت بالسيد الرب ملجأي لأخبر بكل صنائعك الرب ملجأي إن الاقتراب إلى الله غيرت مجرى كل الأمور والموازين في حياة أساف لقد أدرك إن يوما واحدا في ديار الرب خير من ألف اقتربوا إلى الله فيقترب إليكم لأنه يخبئني في مظلته في يوم الشر يسترني بستر خيمته على صخرة يرفعني حقا فيه الحماية والرعاية والوقاية والكفاية والعناية والهداية فيه الأمان والسعادة فيه المعية والحضور هذه الاختبارات نتمتع بها عندما ندخل إلى مقادس الله هل تفتقر إلى حضور الله في حياتك ادعوه الآن توجه ربا وملكا على الحياة والكيان وإذا كانت بارك لحياتك بارك الآخرين والرب يكون ماك